اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمؤسستك بشغلك يمكن بالكلام يمكن بمواقفك يمكن بتصرفيتك يمكن بأداءك يمكن بتفكيرك بتظلم الآخر وبتفكر انه معليش الله بيتغاضى عن اعمال الظلم الصغيرة اللي بعملها ببيتي ليه? لانه انا بصلي وانا بصوم وانا بمارس التقوس والشرائع الديني جاي اليوم اقول لك بهذا الصباح انه الله لا يرى ولا يسمع لصلواتك وتقوسك وممارساتك الدينية لانه الظلام والظلمة صارت جدار بينك وبينه فاذا انت انسان ما بتحب العدل ما تتوقع انه الله انه يصغي اليك اذا انت شخص ما بتحب العدل وبتمارسه اياك تفكر انه الله بيرضى على افعالك الله لا يبرق وطن اذا في ظلم لا يبرق وطن حتى ولو كل رؤساء العالم تجمعوا حول منه اذا رئيس الرؤساء مش راضع لي بسبب الظلم الموجود منعيش في خراب ودمار الى الابد العدالة امر مهم جدا في الكتاب المقدس اذا انت اليوم شخص غير عادل بدي ادعيك للتوبة ليه لانه الله عنده بركات للك عنده نعم للك لكن بسبب الظلم اللي بحياتك انت عم تمنع بركات الله على حياتك مش بس عليك على عيلتك على مؤسستك على قريتك على مدينتك على وطنك من هيك اليوم بدي ادعيك من هنا انك التوب توب الصادقة لحتى كوى السموات تفتح وبركات الله تفيد على حياتك قبل ما نجيب عن بعض الاسئلة المهمة حول العديلة بدي اعطي تعريف للعديلة اخت العديلة في الكتاب المقدس هو مبدأ مهم جدا جدا ومفهوم العديلة من فكرة عشوائية موجودة هنا وهناك في الكتاب المقدس انما حقيقة متجذرة في طبيعة الله وتنعكس في اعماله وتتحقق من خلال شعب الله في هذا العالم يعني العديلة شليل ينطلق من السماء ويروي الأرض كلها من خلال قنوات هي أنت وأنا ونحن في هذا العالم الذي يحتاج إلى العدالة العديلة تعني الانصاف تعني انك تعطي كل واحد حقه العديلة مش يعني غياب الرحمة إنما العديلة يعني غياب الظلم العديلة يعني إنك تدخل في أمر غير صحيح من أجل إصلاحه يعني تقضي بين فريقين بينهما نزاع وخصام الكلمة بتحمل معنى معاقبة الظالم وتبرئة المظلوم فالإنسان العادل هو الشخص يلي بيرفض أن يستغل الضعيف بيرفض أن يستغل الضعيف وبيرفض أن لا يحاسب الشرير والظالم ليه لحتى ما يسبب إساءات على ضعفاء في المجتمع يلي بعيش فيه بالطريقة القانونية طبعا فبدأسألك اليوم هل أنت رجل عادل هل أنت إمرأة عادلة هل أنت فتاة عادلة هل محاربة الظلم هو في قلبك في كيانك أنت بتكره الظلم الموجود في العالم هل أنت كذلك إذا سألتك السؤال الأول هل الله يحب العدل هل الله يحب العدل افتحوا معي المزمور 33 والعدد الأول العدد الرابع خامس بقول اهتفوا أيها الصدقون بالرب أنتوا الصدقون اهتفوا بالرب وبالمستقيمين يليق التسبيح أحمد الرب العود براببة ذات عشرة أوتار رنموا له غنوا له أغنية جديدة أحسن العصفة بهتاف يعني أدموا عبدتكن وسجودكن لهالإله طب لي ماذا اللي أن كلمة الرب مستقيمة الله بيكلم الإنسان بيدخل بعلاقة مع الإنسان وبيكشف ما هو مستقيم له من خلال الكلمة المقدسة اللي وكل صنعه بالأمانة يعني بيحقق مقاصده في العالم لأنه دخل مع الإنسان بهذا العهد مع الخليقة والعدد الخامس انتبهوا رو معي يحبوا البر والعدلة يحبوا البر والعدلة امتلقت الأرض من رحمة الرب يعني عندما يسود البر بالعالم مشيئة الله تتحقق العدالة بتتحقق ولما الإنسان يعامل خيه بمساواة وبعدل البر الله يتجلى في المكان فبر الله وعدالة الله معا بيحقق العدالة الاجتماعية يلي كلنا عم نبحث عنها وكيف الله بيحقق هذا الأمر بيحققه عندما نحن الأقوياء نأخذ على عاطقنا قضية المظلومين والضعفاء وندافع عنهم هيك بيتحقق البر والعدالة على الأرض طيب السؤال اللي بيسألك هل بتحب يلي بيحبه ربنا شو بحب ربنا بحب العدل فهل أنت إنسان بتحب العدل طيب سؤال الثاني من هو مصدر العدل إذن من هو مصدر العدل إرمية تسعة تلتة عشر واربع عشرين بقول هكذا قال الرب إلا يفتخر أن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه بل بهذا ليفتخر المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع والكلمة الصانع يعني مصدر مصدر الرحمة والقضاء والعدل في الأرض لأنني بهذه أسر يقول الرب يعني ربنا لا يسر بغناك وأعتفكر إذا غني يعني ربنا بحبك أكتر من غيرك لا يسر بغناك لا يسر بجبروتك وقوتك لا يسر بحكمتك يسر لما العدل يتحقق بالأرض يسر لما أنت تفهم أنه أنا الإله صانع العدالة وأنا يلي بحققها بالأرض يعني ما في حدا أقوى مني ما في حدا أعلى مني قد ما يكون عندك غنى وماله وجبروت وسلطان وقدرات أنا اللي بحقق العدالة على الأرض لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما طيب هل يطلب مننا أن نسلك بطريقة عادلة شو رأيكم هل الله يلي هو عادل ومصدر العدالة بيطلب مننا نحن نسلك بالعدل افتحوا معي ميخا الفصل السادس العدد التامن قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح ما في شي مخفي عنك أنت بتعرف ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق كلمة الحق بالعبرة هنا العدل أن تصنع العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك يعني إذا أنت إنسان بتحبه أنت بتحب العدل إذا أنت بتحب العدل أنت تسر بالعدل وإذا أنت تسر بالعدل بتروح وبتعيش ببيتك وبشغلك وبمؤسستك وبكنيستك وبالمجتمع اللي أنت عايش فيه إنسان عادل تعطيك الواحد حقه ما بتظلم حدا من القريب ومن البعيد في حياتك السؤال الرابع ما هي البركات اللي بتتبع العدل هل من بركات إذا أنا سلكت بحياتي بعديلة هل في بركات تكوين 18-19 يقول الرب إنه اختار إبراهيم لسبب معين اللي كي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب كيف نحفظ طريق الرب شو من عمل اللي يعمل برا وعدلا ترجمة أخرى ويعمل العدل والأنصاف لكي يأتي الرب والإبراهيم بما تكلم به يعني إذا أنت بدك وعود الله إنه تتحقق بحياتك الشخصية وببيتك وبجماعتك وبمؤسستك وبقبيلتك وبوطناك اللي يزم تعيش البر والعدالة يعني وعود الله لإبراهيم منا وعود غير مشروطة أنا ببيركك وبعطيك وعمول مثل ما بدك ظلوم الآخرين تتعدى على حقوق الآخر أبدا هالوعود كلنا مرتبطة بأمانتك مرتبطة بمحبتك للعدل ومحاربتك للظلام مش بتسود وبتظلم الآخر وبعدين توقع إنه الله يبيركك فإذا بدك البركة بدك أنت تاخد قرار تعيش البر فيه نعم بركات بتتبع الشخص يلي بيسلك ب عدالي بيسألني شاب بيقلي السيس أنا عندي مشكلة كل ما بدخل على بيتي بحس كأنه في أرواح ساكنين ببيتي في شي غلط ببيتي بحس إنه كأنه الله مش موجود بهيدا البيت شو لازم أعمل شو المشكلة ليه هل لازم بيع بيتي وروح على بيت آخر سألتك سؤال شعرت إنه هيدا الإنسان في ظلم ظالم بيعامل زوجته بتريقة فيها ظلم بيعامل خادمة البيت العاملة المنازل اللي بتجي لعنده بطريقة فيها تعنيف وفيها ظلم فكيف الله بد يحضر بمكان في ظلم وغياب الله دينوني غياب الله مساح للشيطان أن يعمل الله لما بيبرم ظهر ويكفي أن يدان الإنسان المكان المش حاضر في الله أكيد الشيطان بيسرح وبيمرح طيب ماذا يتوقع الله منا عندما يزورنا إذا الله يزورنا ماذا يتوقع منا وفيه مثل كثير حلو بإشعية الفصل الخامس إذا ما بتعرفوا لازم تتعلموا هالمثل بيحكي عن كان لحبيبي كرم قال على تلن خصيب فراح صاحب هالكرم شال الحشيش منه نقل حجارة بعدين زرع كرم جميل جدا وبني برج ونقر معصرة وعمل كل شي لازم ينعمل لحتى هالكرم يعطي عنب وانتظر 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 بدل ما يعطي عنب ثمر جيد العطى ثمر الرديق فبيسأل بهذا المثل بيقول حكموا انتو شو لازم أعمل فيه لهالحق لتبعي لهالكرمة شو لازم أعمل فيها بيقول ماذا يصنع أيضا لكرمة وأنا لم أصنعه له زبل حطي ينال صيني اهتم فيه شحل رتب نالحجار منه عملنا كل شي يجب نعمل النتيجة لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمة الأنزع سياجه فيصير للرعي عدد الخامس الأهدم جدرانه فيصير للدوس وأجعله خرابا لا يقدب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك وأوص الغيم أن لا يمطر عليه مطر لما منقرأ هذا المثال منقول طيب عن مين عم يحكي مين الكرم مين الثمار أي شو المقصود بعنب رديق حتى نفهم وبيجي التفسير بالعدد مباشرة من بعده العدد السابع بقول إن كرمة رب الجنود هو شعب الله في القديم هو شعب الله إنه مش الغرباء هو اليوم نحن شعب الله وَغَرْسَ لَذَّتِهِ إنه يكون في عدالة بينتكن وحق وعدم ظلم للعنب الرديق كان سفك الدم والظلم وعدم وجود العدالة أنا عم بتطلع من فوق عم شوف عم بسمع صراخ المظلومين ليه ليش في ناس مشردين ليش في ناس فقراء ليش في ناس مظلومين وأنا يلي عطيتكن كل بركات السماء والأرض ليه في ناس مهمشين ليش في ناس ما عندهم لقمة عيش ما عندهم وظائف لماذا ليش عم بسمع صراخ المظلومين طيب شو النتيجة لما الله يسمع صراخ المظلومين بسبب عدم أمانة القاضي بيقول بالعدد خمسة الأنزع سياجه فيصير للرعي يعني الحيوانات كلها بتفوت عليه بتاكل الأخضر واليابس اللي فيه الأهدم جدرانه فيصير للدوس بصير الجيوش اللي فايت وظاهرة لأنه ما في حماية بقى قال وأجعله خراباً كلام خطير كلام خطير أيها الظالم اللي عم تسمعني إذا ما بتتوب أنت بتسبب الدمار وديش في ناس تشردوا وتعذبوا بسبب ظلم الكبار صح؟ إرمي إرمي 33 17 ماذا يفعل الله إن لم يجد عدلاً شو بيعمل؟ تبهوا لإرمي 22 13 14 وما بعد بقول ويلون كلمة ويلون كلمة قوية ويلون لمن يبني بيته بغير عدل يعني بالظلم يعني بينهوا بالناس حتى يبني لإله أصر الويل وعلاليه يعني بعلي غرفه بيعمل الطابع الأول والثاني والثالث والرابع بغير حق بغير عدل الالذي يستخدم صاحبه مجاناً شو يعني مجاناً؟ لا يعطيه أجرته ما بيعطي أجرته أو بيعطي الأليل كتير وهو بيأخذ الكتير بيظلم الموظف اللي عنده إلى القاء الأبني لنفسي بيتاً وسيعاً واسعاً وغرفاً فسيحاً الأكتر من هيك يشق لنفسه نوافذة ويغلي في البيت بالأرز وبيدهنه بلوز القرمز فخامي أجمل أصر بيعمل بيجيب أغلى خشب خشب الأرز من بلادنا وبيعمل أعظم بيت وأجمل أصر وأجمل عمارة بالدني وبعدين بيقول له بالعدد 15 هل تملك؟ لأنك أنت تحاذي الأرز يعني هل العظمة هي أن تفتخر بالأرز؟ هل عظمة أنك تفتخر تشوف شو عندي تفرج على هالأصر اللي عندي هل هيدا الافتخار الحقيقة يلي الله بيطلبه؟ أما اكتفى أبوك بأن أكل وشرب وأجر الحق والعدل؟ أما اكتفى؟ مش هيدا كان المطلوب؟ نعم ما كان عنده هالأصر لكن أجر العدل؟ الحينئذ كان له خير يعني لو عندك أصور الدني كله وأنت الظالم ما في خير بحياتك ما في خير أطلاقاً قعد فكر حتى لو هيدا الشخص ما حدا بيصله ربنا بيصله ما بيخلي نام بالليالي لأنه ظالم لأنه سرق الفقراء لحتى يبني لحاله ممالك اللي ليس له خير أما اللي بيأكل الأليل وبيشرب ويجري العدل والحق الهيدا له خير الوقضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خير إلا ليس ذلك معرفتي؟ ألا يدل ذلك على أنه كان يعرفني؟ فأنا بعرف أنك بتعرفه لما أنت توقف مع المظلوم ضد الظالم لما تحارب بالوسائل الكتابية الصادقة القانونية كل إنسان بيظلم لحتى تحرر لتبرئة المظلوم بعدين بالعدد 17 بيقول لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك شو يعني؟ يعني عينك وفكرك وقلبك كل شيء كيف بدك على مكسب الحقير على المكسب الحقير الظالم يعني دايماً عم بتفكر كيف فيني أسله بالآخر؟ كيف فيني أخذ شيء من الآخر؟ وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى الاغتصاب والظلم العنف لتعمى لهما من أجل ذلك الويل لك يعني يوجد دينوني أخوته لكل شخص يستخدم السلطة والقوة من أجل ذاته واحد لتكديس الأموال اثنين لسفك دم بريء والثلاثة للاغتصاب يعني أنت الله يعطيك السلطة تبه ليس لكسب المال لحتى تستخدم سلطتك لتساعد الفقير والمحتاج الله يستخدم سلطتك ليس لسفك الدماء لكن لتحمل إنسان الضعيف من الآخر لحتى تحيي الآخر اللي يحتاج لحياة من خلال مركزك والسلطتك الله يعطيك المركز والسلطة ليس لتغتصب إنما لتنجي المغتصب وتحاسب المغتصب هذه مسؤولية كل واحد الله يعطيه سلطة بالحياة ليس العكس لأنه لما تعمل العكس إله المحبة والنعمة والرحمة بيبرم ظهره عنك وهون الخطورة المشكلة تبدأ بالسلطة كيف تتعامل رفيقك السلطة ليس بس السلطة اللي بنشوفها السلطة السياسية أنت ببيتك في السلطة كيف تتعامل زوجتك في السلطة كيف زوجتك بتعاملك سلطة كيف تتعامل أولادك سلطة بتسمعني كيف تتعامل جارك في سلطة فأنت بتمارس السلطة صح؟ لأنه منحبه منحب يلي هو بحبه نسر به يلي هو يسر به وبدنا نعمل أعماله صح؟ أين نبدأ؟ أين منبدأ؟ أولاً منبدأ بالملوك يلي عندهم أعلى المراكز بعدين القضاط بعدين القاضي بعدين الشعب لما بكتحقق العدالة ما بتبلش تحت بلش من الجبار ونزول أولاً دعوة للملوك لصنع العدل دعوة للملوك مزمور 72 بترجم المشتركة مكتوب العدد الأول لي سليمان علم الملك أحكامك يا الله وابن الملك عدلتك ليدين شعبك بالعدل وعبادك المساكينة بالانصف اللي تحمل الجبال سلام إذا بدك الجبال تكون بسلام شو بتعمل؟ تطلب من الملك أنه يحقق العدالة على الأرض النتيجة تلقائي المباشرة هي السلام والروابع عدلاً لشعبك وليحكم لمساكين الشعب وليحكم لمساكين الشعب ويخلص البائسين ويصحق ظالميهم فهمت علي؟ شو بيعمل؟ بيخلص البائس ويصحق الظالم مش يصحق البائس ويخلص الظالم هيك عم بيقول؟ لا بيخلص البائس ويدين يصحق الظالم الفيدوم مدامة الشمس ومدام القمر جيلاً بعد جيل حكمك وسيادتك تستمر من جيل إلى جيل لي؟ لأنك صانع العدل على الأرض وعكس ذلك إذا بتظلم بيجي وقت هالكرسي بتهتز وتقع أنت والذين حولك ومدام القمر جيلاً بعد جيل أخوة السلطة بيد الإنسان خطيرة صح؟ خطيرة ويمكن أنه واحد يستخدم سلطه ضد الضعيفة السلطة بحد ذاتها مش بشع منه شي شرير لكن كيف بتستخدم السلطة بيبين إذا أنت أمين أم لا وإديش الرب يسوع المسيح حكي عن الظلم الناجم عن السلطة عن القيادات والسلاطين وطريقة معاملتهم للضعفاء إديش حكي عننا الرب يسوع المسيح وإديش قال انتبهوا ممكن يكون في الظلم إذا أنت الكبير ما بتعرف تعامل الضعيف بتظلمه وتأتي دينونة الله والرب يسوع المسيح حل هذه المشكلة كيف حلها؟ لما قال حل مشكلة السلطة كلها قال لما قال فليكن الكبير خادم للصغير وليكن الأول عبد لأخيه يعني كلما أنت تتسلق على سلم النجاح كلما تتواضع لخدمة الآخرين كلما تتعلى كلما تتوضع وكلما تتوضع كلما تتعلى آمين هذا المبدأ الكتابي الذي يأتي المسيح يخط فيه كل القيادات الموجودة في العالم ويلي يمشي بموجب تعليم يسوع يكون إنسان عادل في تصرفاته إذا أنت بسلطك عم تظلم غيرك بدي دعيك للتوبة للتوبة الصادقة لأنه من دون توبة ويسوع يمتلك قلبك ويدخل على قلبك أنت ما فيك تعيش بالعدالة لأنه بتبقى الأنا هي المسيطرة على حياتك من هنا ضرورة التوبة الصادقة لما تتوب وبيصير يسوع اهتمامك الأقصى بيصير الفقير اهتمامك الأول لما يسوع بيصير اهتمامك الأقصى بيصير المظلوم اهتمامك الأول وما فيك تنام من دون ما تواجه الظالم لتحقق العدل على الأرض شو المطلوب اسمع يا ملك ارمية 22 عم بخاطب الملك عدد واحد لخمسة وقال لي الرب انزل إلى قصر ملك يهوذة وقل له اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذة الجالس على عرش داود أنت أولا وعبيدك وشعبك الداخلون من هذه الأبواد الحكموا بالعدل وانقذوا المظلومة من يد الظالم انتبه لهذه الكلمات هذه مسؤوليتك هذه دورك لا تتطهدوا الغريب الذي ينزل ببلدك غريب لا تتطهدوا لا تقصي لا تضعوا على جنب لا تدينوا لا تهمشوا وتهشموا هذا الغريب الذي ينزل لديك من أين كان سامر ما كان لونه وشكله لما ينزل لعندك تحبه وتعامله مثل أبناء وطنك لا تتطهدوا الغريب هذا الظلم نتيجة إقصاء الغرباء حتى إذا بدكم الرب يسوع المسيح دخل بعد أعمق من هيك حتى عدوك سير جاره لا تربحه هذه الأدية لا تقصي حدا واليتيم والأرمنة والأرملة ولا تجوروا عليهم يعني ما تظلموهم ولا تسفك الدم البريء في هذا الموضع فإن عملتم بهذا الكلام يبقى على عرش داود ملوك يركبون على عجلات وخيل ويدخلون من أبواب هذا القصر هم وعبيدهم وشعبهم وقفت مع المظلوم عملت الحق إلا أنت بتظل لك تدخل على هذا الأصر وإن كنتم لتسمعون لهذا الكلام فبنفسي أقصمت أنا الرب إلا سأجعل هذا البيت خراب كلام خطير جدا يعني يا ملك إن كنت تستخدم يدك القوي على الظالم وتنقذ المظلوم إلا تبقى إلى الأبد من جيل لجيل والعكس إلا بتخسر بلدك ووطنك وحياتك شو هو المطلوب شو هو الوصف الوظيفي إذا بدنا جوب ديسكريبشن لهيدا الملك شو المطلوب منه بأمثال 31-98 في جواب بيقول لك بالإنجليز جوب ديسكريبشن طبع الملك هي العدد الثامن والتاسع افتح فمك دفاعا عن المتألمين هذه وظيفتك وعن حقوق جميع المهملين افتح فمك وحكم بالعدل وانصف المسكينة والبائس هذه وظيفتك أيها الملك فلما بتفتش على ملك فتش على ملك بيفتح فمه دفاعا عن المتألمين وعن حقوق جميع المهملين بيفتح فمه وبيحكم بالعدل وبينصف المسكين والبائس يعني كلما ازدادت قوتك ازدادت مسؤوليتك لحتى تواجه الظالم يعني ما فيك تقول أنا عندي مركز بس أنا قاعد عجنب ما بينسمع صوتي انت صرت شريك بالجرم لما تقعد على جنب بتقول يا خي أنا ما رح يحكي ولا كلمة يصطفلوا يعاملوا مثل ما باددون لا بتوقف حتى ولو على حساب حياتك وبتحكي الحقيقة كما هي ليه انه انت ابن الملك ابن الملك بدعوة للقضاء مش بس الملوك كتام قدس بيعطي دعوة للقضاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وبسفر التثنية الفصل الأول موسى جمع الشعب وقال لهم رح لكم شو أنا طلبت من القضاء انه يعملوا قيل وقلت لقضاءكم العدد 16 من تثنية واحد في ذلك الوقت اسمعوا دعاوي بني قومكم ونقطة هون شو بقول من بعد والنازلين بينكم يعني مين الغرباء مش بس شعبك وجماعتك وحزبك الكلهم انت قاضي انت ما بتتحزب إلا للحق الوحكموا بالعدل بينهم اللا تحابوا أحدا في أحكامكم الوسمعوا للصغير سماعكم للكبير مش بس الصغير بالعمر الصغير بالقيمة صغير بالفقر صغير بالتعتير اللي بتسمع له متل ما بتسمع لمن للكبير الولاء تجوروا على أحد يعني ما تظلموا الضعيف لأنك خايف من القوي الظالم يعني خايف منه هيدا القوي شو بعمل بظلم الفقير القوع تعمل هيك لي لأن الحكم لله بيحكم عليك وعلى غيرك وإن صعب عليكم أمر فارفعوه إلي حتى أنظر فيه تاثني الستعاش تمنتعاش عشرين بقول أقيم لكل أقيم لكم قضاة وحكام في جميع مدنكم التي يعطيكم من رب إلهكم وبحسب أصباتكم يقضون فيما بين الشعب قضاء عادلا قضاء كيف عادلا طيب شو يعني لا تجوروا في الحكم ترجمة تاني لا تحرفوا القضاء ما تحرفوا القضاء ولا تحابوا أحدا ولا تأخذوا رشوة لأن الرشوة تعمي أبصار الحكماء وتحرف أقوال الصادقين عليكم بالعدل فاتبعوه لتحيوا وتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم قضاء عادل قضاء ما فيه رشوة قضاء ما فيه محابات للنتيجة البركة والازدهار يعني واحد زائد واحد بعملوا اثنين يعني قضاء عادل ما فيه رشوة ما فيه محابات النتيجة الازدهار والبركات قضاء غير عادل فيه رشوة وفيه أمور غير مقدسة النتيجة خراب واضح فهيدي معادل ما فيك تغييرها ما فيك طول واحد زائد واحد بعملوا 15 اليوم واحد زائد واحد بعملوا اثنين طيب هل يوجد قضاء شرير كان موجود هل كان يوجد قضاء أو قضاء أشرار شو رأيكم سمعوا بإشعي عشرة واحد لأربعة بقول ويل للذين يشتريعون شرائع الظلم والمقصود فيها بيخترعوا القوانين لمصالحهم وغياتهم وأهدافهم من أجل أولادهم وممتلكاتهم بغير الأنون لمصالحهم تغير شيء من 2600-700 سنة إلى اليوم نفسي تغير نفس الحقيقة مستمرة ويسنون قوانين الجور يعني بيخترعوا قوانين ظالمة من أجل مصالحهم اللي يمنعوا العدل عن الفقراء ويسلبوا المساكين حقهم ولتكون الأرامل غنيمتهم واليتامة نهباً لهم يعني قوانين لتبرئة رائع الظلم بعدين العدد ثلاثة فماذا تفعلون في يوم العقاب وفي الهلاك الآتي من أرض بعيدة لما الجيوش يفوت عليكم شو رح تعملوا إلى من تلجأون للمعونة وأين تخبئون أو تخبئون ثرواتكم أين تخبئون هذه الثروات وين بتضبها شو رح تعمل فيها لمجمعها ببيتك وبخزائنك وبالمصرف تبعك شو رح تعمل فيها هيدا المال المسلوب من الفقراء والمحتاجين شو رح تعمل فيهم الوأنتم تسحفون زحفا مع الأسرة أو تسقطون سقوط القتلى ومع هذا كله لم يرتد غضب الرب بقيت يده مرفوعة عليهم هل أدي غضب الله على الظالم كبير لأنه عينه وقلبه ومشاعره نحو المظلوم واليتامة والمعترين والمعزبين أخوة الطميع يلي بحب المال بصير يشرع أقوينين لسلب الفقير وبنشوف هيدا الشي بصير ببلدالنا والمسيح علم الكثير عن الظلم الناجم من طمع وجشع الأقوياء كتير حزر عن هيدا الموضوع وحكي مع الفرسيين والكتبة تأكلون بيوت الأرامل والويل لكم احترزوا من الكتبة اللي يأكلون بيوت الأرامل ولعل بطولوا صلواتهم الهوض بياخدوا دينوني أعظم اديش حكي عن أمثال اللي علاقها بالغنى والفقر وحكي مع الغني مش هيا الله غني ويلي اديش صعب للغني أنه يدخل في ملكوت السموات عم يحكي عن هود الأغنياء يلي استغلوا الفقراء مش هيدا الغني اللي بيصير غني لا يعطي المحتاجين مش عن هيدا عم يحكي يلي بيستعمل ماله لبناء مؤسسات لتخدم الإنسان وحاجة الإنسان ويوقف مع المظلوم لا مش عم يحكي عن هاو عم يحكي عن هاو يلي شيفون قدام عيني يلي بيستغلوا الفقراء لحتى يكتروا أموالهم يلي قديش صعب عليكم أنتو تفوتوا على السماء تتفوتوا بتكون توبة وتعملوا مثل زكا نصف أموالي للفقراء وزواشيت على حدا بردلوا أربعة أضعاف طيب ماذا عن رؤساء الشعب والشعب هل في كلمة لألون كمان في الشعية مثل ما بتعرفوا النبي كان بيتمشى في بلاط الملك كان شخصية مهمة نبي وكان يشوف هالملوك فيتين وهالوزراء وهالقاضي وهالأبطال وهالشعب والناس جايبين محرقات وزبائع هو البدكن يا ليرض فلين وفليتين وعم يتفرج على كل شيء ولأرضاء الله الاجا وقت الشعية سمع صوت الرب وقال لهم يا جماعة ربنا صار عندو تخمي من محرقاتكم يا أخي ما بقى أبدوا إياهن هاو ما بقى تقدمولوا تقديمات حتى البخور غدا مكره للرب البخور اللي عم بتقدمولوا إياه بلوك صار يكره ريحته والسؤال لماذا؟ طيب شو القصة يا رب؟ ما أنت طلبتن هاو العهد القديم شو القصة؟ بيقول لهم بإشاية واحد خمسة عشر فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن كثرتم الصلاة لا أسمع طيب شو المشكلة؟ الأيديكم ملآنة دمان سمعوا شو بقول بالعدد 21 من الفصل الأول العدد 26 صارت المدينة الأمينة زانية الله عم يطلع عم يعطي رأيه بالموضوع وكلام الله صادق صحيح هذه ليش وجهة نظر هذه الحقيقة لأنه الله عم يتكلم اللي كانت عامرة بالعدل بدك تعمر؟ بدك شو؟ عادل اللي كانت عامرة بالعدل وفيها يسكن الحق أما الآن ففيها يسكن القتل الفضتك صارت زغلاً وخمرك مغشوشة بماء حكامك قوم متمردون وشركاء لقطاع الطرق يبعثها جماعة تروح اسرق لي شوية عمل لي نهوب مجموعة خذ لك رشين وجيب لي الكتار الكلهم يحب الرشوة ويسعى وراء الربح لا ينصفون اليتيم بشيء ولا تصل إليهم دعوة الأرملة الأرملة اللي معترة بتصرخ وبتقدم شكواها وبينحطوا بالجرور ليه؟ لأنه ما معها إرشين تكبون على هالزعمة ليخدوا القرار لخيره لأنه اللي انظلمت منه قوي وقال له للقادة شو حطل لي هالملف بالجرور ونسي وقعد يا أرملة انطر اللي ذلك قال الرب القدير جبار إسرائيل سأريحه نفسي من خصومي وانتقم من أعدائي طيب مين عدوه هون فأرفع يدي مش على الغريب إل عليك يا أرشالين وأنقز غلك بالنطرون وأزيل كل أقذارك وأعيد قضاتك إليك كما في الأول ومرشديك كما في البداء فتدعين مدينة العدل المدينة الأمينة وهي دي اللي عم بفتش عليه ربنا من هيك ربنا بيسألنا اليوم هل بيروت مدينة العدل هل صور مدينة العدل هل ترابلوس مدينة العدل هل لبنان بلد العدل هل سوريا بلد العدل هل دمشق مدينة العدل هل العراق هل مصر هل 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 الشرق كله مدينة العدل الله بده هالشرق كله يكون شرق العدالي والحق ودورنا نحن أنه نشترك مع الله في تحقيق العدالي في الأرض شو هو المطلوب هل المطلوب الزبائح هل المطلوب المجازر شو المطلوب المطلوب العدد 16 و 17 فهموني صح عم بقول الله كل شي بدي منكن يا أخوتي يا أولادي يا أحبائي اللي اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا العدل اقولي كلمة العدل طلبوا الحق العدل انصفوا المظلوم قدوا لليتيم حاموا عن الأرملة إذا بتعملوا هذا برضا عليكم بارك أردكم بارك مدينتكم بارك بلدكم طيب بالختام أي نوع من القادة نريد هل في نمازج عندي نموزاج نموزاجين بدي شركهم معكم أي نوع من الناس نحتاج من القادة نريد سموئيل بواحد سموئيل 12-13-4 شيخ تقدم بالعمر الجمع الشعب واللي عملوا رفع السرية المصرفية عن كل ممتلكاته هيك عمل سموئيل عطريقته وقال للشعب هأنذا فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه الثورة من أخذت وحمارة من أخذت ومن ظلمت ومن صحقت ومن يدي من أخذت رشوة لأغض عنه النظر مين أخذت منه رشوة وقلت له يلا ما عليش قتلت سرقت ماشا الحال قطاع فأرد لكم رفع السرية المصرفية هيدا حسباتي كلها حسبوني أنتو يا شعب وقف قدام الشعب طيب الشعب حسب ماذا يقوله؟ فقالوا له لم تظلمنا ولا صحقتنا ولا أخذت من يدي أحد شيء بكل بساطة امتحنوني حصوني حسبوني وكانت النتيجة بأنه طلع صادق وأمين حتى النهية هوا هن الأشخاص يلي عم نفتش عليهم قاضي على شعوبنا وعلى بلديننا نموذج تاني موجود بأيوب 29 سبعة إلى سبعة عشر بيتكلم كيف أنه أيوب مثل ما بتعرفه كان شيخ القبيلة فكان يقعد ويقضي للشعب ويقول بالعدد السابع من الفصل 29 الأخرج إلى باب المدينة وأتخذ في الساحة مجلسي يراني الشبان فيحيدون ليش؟ لأنه الولاد كانوا يجوا يلعبوا بالساحة لأنه كان عنده وقار واحترام ويحترموه لأنه كان صادق وأمين كان يزيحوا على جنب الوالشيوغ فينهضون واقفين احتراما اليمسك الأمراء عن الكلام ويجعلون أيديهم على أفواههم ويخفت صوت العظماء وتلسق ألسنتهم بأحناكهم التسمعني أذن فتهنئني وتراني عين فتشهد لي إن لأني كنت أغيث المسكين وأعين اليتيم الذي لا عون له تحل علي بركة البائسين وتطرب لي قلوب الأرامل إن لبست الحق فكان كسائي وبقي العدل حلتي وتاجي كنت عينا بصيرة للأعمى ورجلا صحيحة للأعرج كنت وحدي أبا للفقير وسميعا لدعوة الغريب وكنت أهشم أنياب الظالم ومن بين فكيه أن تزع فريسته هل أدي كان صادق وأمين وهو هن اللي عم نفتش عليهم هو دي الصفات القاضية اللي عم نبحث عنهم في هذه الأيام ومين يلي هو تاجهم كلهم مين يلي هو إجاب من فوق وهو ربهم كلهم وعيش الحقيقة بالعالم هو الرب يساء المسيح يلي فيه الحق والنعمة هو الإله العادل الصالح يلي وقف مع المتألم والمعزب والضعيف والمصدوم والمحمش ورفعه في المكان العالي أمين وبعض الأيات عن هيدا الإله يلي تنبو عنه في القديم لازم تنتبهوا لأيلون نحن بنعرفهم بس لازم نقريهم بالسياق بول إشعية تسعى لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنان وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام كمل معي لنمو رئيسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضضها بالحق وكلمة الحق يعني العدل والبر بالحق والعدل من الآن إلى الأبد شعي 11-1 يخرج فرع من جذع يسى وينمو غصن من وصوله روح الرب ينزل عليه روح الحكمة والفهم والمشهورة روح القوة والمعرفة والطقوة ويبتهج بمخافة الرب إلا يقضي بحسب ما ترى عيناه ولا يحكم بحسب سماع أذنيه بل يقضي للفقير بالعدل وينصف الظالمين بكلام كالعصى ويميت الأشرار بنفخة من شفتيه يكون العدل حزاماً لوسطه والحق مئزراً حول خسره إلها عبدي الذي أسانده الذي اخترته ورضيت به إل جعلت روحي عليه فيأتي للأمم رمعي بالعدل لا يصيح لا يرفع صوته لا يسمع في الشارع صراخه قصب مردودة لا يكسر وشعل خامد لا يطفئ بأمانة اللي يقضي بالعدل لا يلوي ولا ينكسر حتى شو حتى شو يقيم العدل في الأرض فشريعته رجاء الشعوب وهيدا هو الإله يلي عطينا حياتنا له